استقالات في أروقة داونينغ ستريت بيت رئيس الوزراء يتهاوى فهل يشرب جونسون من كأس الخروج؟ بمثابة الضربة القاضية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جاءت استقالة وزراء الصحة الساجد جافد والمالي ياريش سونك والطفولة ويل كوينز ومن بعدهم تتوالى الاستقالات والاعتراضات اللعب انتهت يبدو ان صحيفة تايمز البريطانية لم تر عنوانا مناسبا سوى هذا قائلة في متن خبرها وتحليلها انه من الخطأ بالنسبة لجونسون مواصلة تتعلق بالسلطة لانه فقد ثقة حزبه وبلاده وتزامنت هذه الاستقالات في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال انه اخطأ بعدم ادراكه ان كريس بنشر لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد مزاعمه بانه تحرش برجلين احدهما نائب في مجلس العموم وذلك امام الشهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن اما المعارض كيرس تايمر رئيس حزب العمل فقد دعا لاجراء انتخابات عامة جديدة بدعوى ان البلاد بحاجة الى ذلك بسبب التطورات التي تشوب حكومة جونسون وانقسمات حزب المحافظين جونسون الذي يعاني بالاساس من تداعيات فضيحة الحفلات هل سينجح في الاستمرار؟ ويفلت كما حدث قبل اسابيع من تصويت على سحب الثقة قراره نواب حزبه المحافظ ام سيذهب للاستقالة